ترجمة نانسي قنقر أقول لكي يترى الفلوس كاللاحظوا أن أقول لكي يدخلوا وخرجوا معي في الهدراء الغد لي مجدت الكاتبة من بعد تصلت بيها قلت لي يا راتس يدراء بغير يركب شفيدة وأنا مضمر ما بقيت شنعس أصحى ديالي الضهورات تلفني على البرامج اليوم يدياري فلوس اللي كانت عندي باش خدام مشات لي معاه تخيف على رأسانا والتي يتمدد هذا ما توقفه السلح الموشي اللي يطولي في عمره والله يخلي ديما الفوق السلام عليكم أخوتي المغربة جميعا أشكر صاحب الجلال اللي ينصروا اللي يطولنا في عمره السلح الموشي الناس دي القضاء في بلادنا طيبة أنا جيت اليوم على موضوع ديالي أنا كنت مقيم بقاطر صاحب شركة مغربية السيرادو تصدير مع واحد الشخص اللي هو مغربي هشام بن حامي والأعضاء اللي معاه على أساس أننا نخدمه في واحد المشروع كنت وصلت معه عبر مكالمة هاتفية واقترع لي فكرة أنه في المجال اللي كنت كنت نشغل فيه المجال الالكترونيك والأتات أتفقنا على أننا نضير واحد الشركة بيني وبينه هذا الشخص قنعني بواحد الاتفاقية أنه سيكون واحد الدخل ربحي لأنا سأجلب واحد السلع بتمنى نقص وهو عنده واحد طاقم كبير عبر الانترنت حبيت الفكرة وعجبتني وقلت لماذا ندخل البلادي ونستمر ومكين محسن من بلادي ونعاونتها شباب معي هاتف السيد قنعني وفعلا ودخلت البلاد بدأت مع هاتف السيد كيفالي السيد معقول كل شي فيه مزيان اقتارح علي أي حاجة منها سأجرت واحد المكتب هذا المكتب قمت بلدرنا بحال الوحيد وضعت فيه تلك الحويجات التي سنعمل عليهم سيكونوا في تسويق عبر الانترنت جميع الأعضاء الطاقة متكلف بهم بدأنا الخدمة الأسبوع الأول والأسبوع الثاني قالي إذا لدي شي فلوس آخر يمكن أن نعملها ويكون على ربح كبير اجبت له فلوس سقط فيه السيد حتى يخرج مبالغ يوميا حتى يخرج الفلوس حضير طاقة مبالغ ويكون قبيناتنا ويكون سيد خدام رجل أعمال ناجح الحمد لله لقد قمت معي وبدأت معي الخدمة ويكون قبينات ويكون قبينات الأسبوع ويكون قبينات الأسبوع الثاني وقمت إلى الأسبوع الثالث وقمت إلى البنكة لأخذ الأبليكات الشركة كان أكتشف أن السيد من غير المبلغ الذي أعطيته أنه أزلت الكارت القيشي من المكتب ويخرج بها مال وقمت لأخذ وقمت لأخذ وقد قمت بقيدنا ونطبقنا ونحن بدأنا مشاركي ونحن لن أن نذهب ويقبوا على المشروع ونحن كم سأخذنا وإنه وبدأ خلق السيد ونستطيع أن الأعظام وقمت لي وأصدق فردوا وقمت بأخذنا اكتشفت انه عنده شركة لدعي الاسم ديالها انه ناصبه على الناس بزاف ولو كي تتصلوا بيها ضحايا بزاف انه مديرين شكاية وموصلوا ليهم هذا السيد قبل انه قلت له الله يجزك بخير ونحل له الامور حبيا رجع لي الامانة ديالي ولا تقدر تخرج بواحد العتياد اظهر انك شواتي لي شواتي لي شواتيني شواتيني انا مع الناس ولا يقول لي اجري طوالك اللي فجادك ديره رمع انك ما تتصور مني انا رغان بات ما اصبح فعلا السيد بات ما اصبح قبل أن نبدأ مع السيد الخدمة قال لي أن يمكنك أن نصور شركة الشركة ونصوره وصفته في الواتساب لكي نصول على الشركة لكي لا يوجد مشاكل فعلا انتقت فيه بدأت معه والسيد الآن بدأت معه وأنا مضمر لم أصبح شناس أصحابي الضهورات تلفني على البرامج اليوم فلوس الذي كانت لديه خدام ومشاتي معه أخبرني من بلاد آخر ويأتي بلن عس ويأتي بتهديدات ويأتي بلحمد الله ومع أخي المغاربة ويطور لنا به صاحب الجالة وينسرو وينسرو عندي السيد ومشاهدون ومشاكل من المشاكل هذا الغطخة كان في عشر أفشار واحد 8000 ومشاهدون 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 لأن المسائل تبقى في البيرو لأن الفطرة التي أتيت من قطر كنت تتواصل معنا ومشاهدون 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 بعض الناس أنه موجود في الهاتف أخưa لم تطلب من القضاء المغربي؟ نظام من القضاء المغربي يريدون أن 무cias أن للسيد بإيسạn من الأول medida قد نبلم م excnis كما أنه يجب العملية نعم لتقوم بإمكان أن الطاقم مثلا عوض من بيع أنا بوحدي مثلا في مجازة عشرات بيس في النار أو خمسطاش أنه لن يجب الطاقم يبيعه لأن الشركة تستمر في مجالات آخرى ما هو السلع الكثير أو النشاط؟ كانت هواتف نقالة، كانت تلفازات حيث الفترة التي بديت كانت جوجة الأسبوع الأولى سنخرج المارسي ونرى السلع الكثير كانت سلع كثيرا؟ كانت سلع كثيرا ونرى السلع والذين الذين وصلت لهم السلع وأنهم لا يوجد أسماء هذه الأسبوع هل أتمنى أنهم يصبحون ضحايا؟ لأنهم سمعوا المقر الذي يوجد فيه سد وراء الرقمي وتتواصلون معي وقال لك أننا كنا ضحايا كما كانت الفلوس إخذها من عندك وقد كذبت عنه بأن الفلوس راش الدوم وغيس السمرهم وكتشفت أنها تسيد راها وضحايا الغارة قضية للضحايا راكتر تقريبا من 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 الرقلية غانية التي تعملين عندي رقم سالة في الطاقة وضحايا لا تعد ولا تحصى لا تسيد عن ما تسيد وهذا السيد يجمع الفلوس ولحظت أنه فشارب على بره أنا لا أستطيع أن أتأكد ولكن قلت لك رجل هنا وضحايا 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 وجمع فلوس وهذا يجمع هنا لأن الفلوس الذي كان جامع لا تدهش المرة الأولى هذا يجمع ماذا يجمع الفلوس ماذا يجمع الفلوس ماذا يجمع الفلوس هذه السيدة غرفة بسلة وقنيطرة وكان الثاني لأننا نحل بيرو الذي قامت في رباط كان الثاني مع القنيطرة فعلا وراني عمارة وراني المكتب وراني ديبويات والفلوس الذي أعطيته كان الثاني لكي نأخذ سيارات سأخذها لكي لا تدهش المساعدة على الشركة سأخذني سأخذ السيد لأنه لأنه لن يكون لدينا المساعدة وكان السيارة عبرها سيارة كما تعرف أنه خلاف تسوى ونحن ما تحصل لكي تسوى مع السيدة لا 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 أريد أنا لا أريد أن تسوى مع المشاكل كاملة ومرضني وضمني في حياتي أنا كنت أحب لأنه أعطني فلسيارة ولكن السيد لدي محادثة أنه يقول أن أغرقك وفعلا يتبعني لكن لا لا أخير لا مدد لا لم يكن لا لا أنا أصدق كبيرة كبيرة وصدق وصدق الشيء وصدق أن أصدق أعوال بلادنا المغرب كنت أشعر براسي مع أخوتي الحمد لله لأن الفطرة فاش مشيت التوركية كنت كانت تعالج ولو أنني كنت أشعر بعيد هذا كنت أشعر دائما أنني رمى مرتاح أنا في بلادي الحمد لله وبغي نخدم في بلادي وما كين محسن من بلادي وعندي تيقة كبيرة في القضاء ذياننا وفي السلح الموشي وفي أخوتي المغاربة وأنني الحمد لله كما تقوله وخات السيد طيحني بغي نخدم وبغي شبابي خدموا معي وتقول أنا لا أعطيش حاجة نعطيها في بلادي لأن بلادي كان حسزدة هي فهemic الأمان الحمد لله علمتي أنك لتجعل القضاء؟ عميته علمت觉得 أن تجعل القضاء. علمته و aşkينتت benutى القضاء وعلن عليه nerve coupق诉 والحمد لله في بلادي كان حسزت بأمن وآمن أنا هذه الخ Dag من fills هو أني كنت حسزدة من من المعيش في الرب والحمد لله الله ملاك بالحمن تفحلتها ومسكت ماليا ماك عمل� تقريبا المالية لم يكن اعطيتها دفوعات بل 17 في 17 في 10 و 10 وكانت نقابل معهم كانت بحلقة هاي وركني الكاميرا كان المالية المجموعة كانت 64 ومالك العمل التي كانت كلي حسبت تقريبا 90 الف درهم يجب أن نشكر أخوتي المغاربة ونتمنى منها تشهر المبارك أن الله عز وجل نأخذ منها السيد حقي وتنوجهني للسيل حموشي الله يطولي في عمره والله يجب أن نصر سيدنا والله يخطي علينا وأنني عندي ثقة في القضاء دياننا وتنوجه تحية كبيرة لأخوتي لمغاربة وأنا السيد تنتمنى منه يرجع لي حقي وتنشكر الجامع والله يدخل لا تشار على الجامع بالسحة والسلامة والله يدر تتوذيه الخير شكرا على المشاهدة إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحبا بك ترجمة نانسي قنقر